61% من النمساويين يقيمون التعايش مع المهاجرين بشكل سلبي موضوع التعايش مع المهاجرين ده يمكن بدأ من 2015 والله يا سيدي الكريم هاي المشارية تحديدا يعني هاي المشارية أو هاي الأحصاءات تحديدا هذا عار على الدولة هذا عار على الحكومة النمساوي فبالتالي يا سيدي الكريم لأن مشروع الاندماج مسؤولية الدولة الاندماج والاندماج المتبادل يعني كان الأجنبي مع المهاجر والأسف الأجنبي مع المواطن والمواطن مع الأجنبي أن يفهمه فيه تفاهم مدبلغ ليست قضية فرض عزيزي قضية تفاهم قضية حوار أين هو الحوار أين هي مشاريع الاندماج خلينا نأخذ موضوع من الأول وين مشاريع الاندماج يا سيد الكريم اليوم أكثر مشروع اندماج تقوم فيها الدولة النمساوية تجاه اللاجئة والمهاجرين هو كورسات اللغة الفاشلة كورسات اللغة الألمانية على مستوى النمسا إلى حد كبير خاصة في المستويات الأولى من ألف بيت وصولا إلى المستوى كورسات فاشلة ليست مستوى التدريس والتعليم مستوى فاشلة لا بالعكس أكيد أنا أؤكد أن من يقوم على هذا العمل هو يقوم بعمل كل ما يستطيع له ولكن لا يوجد الزامية من نوع معين ضمن مؤسسات الاندماج حتى أن يلزم اللاجئين والمهاجرين على تعلم اللغة الألمانية فبالتالي بتلاقي الشخص بروحها الكورس بيقضي نص الكورس مرض والنص التاني بيقول لك ما لي فهمانه بيظلوا بعيدوا بيرسوا بعيدوا بيرسوا بعيدوا بيرسوا والنهاردة عندي معاهد وبكرة عندي دكتور وفي ناس يا أستاذ اليوم عم أتحضر رسالة الماجستير بمستوى اللغة A1 ورسالة الدكتوراه بيجوز في ناس عم أتحضرها بالألفابت وبالأطفاي على أساره عشرين وثلاثين مرة عايدين الكورسات ولا رقيب ولا حسيب لإلون لهدولة فبالتالي فبالتالي عندما تكون سياسة الاندماج فاشلة طبيعي رح يكون الاندماج على مستوى البلد فاشل فطبيعي استطلاع الرأي رح يكون فاشل طب خلينا نعمل استطلاع رأي آخر شو رأيك؟ نسأل في النمساويين ما هو رأيكم بسياسة الاندماج التي تقدمها وزارة الاندماج للاجئين خلينا هناك نسمع لما منقرأ هذيك النتيجة يجي بنقارن مع هاي النتيجة رح نلاقي إنه الشعب نفسه غير راضي على أداء وزارة الاندماج فبالتالي هاي نتيجة مغرضة وظالمة أن نقول غير متعايشين طب هل المواطن المحترم اللاجئ والأجنبي المحترم شوفها خطة بين خطين هل هو مندمج مع الآخر؟ لا أعتقد هل تقبله الآخر؟ لا أعتقد بسيطة ليه مش بتحمل برضو أني برضو اللاجئ يمكن بيعمل تصرفات هي اللي بتخلي بتخلي في حاجز بينه وبينه عزيزي نحن في دولة عندما نقوم في دولة المعايير تنتبق على دولة شو يعني عندما تنتبق المعايير على دولة؟ إذن نحن أمام منظومة أخلاق منظومة معايير تبدأ من الشخص وصولا للآلية اللي قاعد فيها طب هذا الشخص مو عنده تأمين صحي مو عنده مساعدات اجتماعية مو عنده التزامات وأمور كذا لماذا لا يتم ضبطه ضمن آلية اندماج؟ لماذا يتم استجلاب كافة اللاجئين إلى فيينا وإنشاء المجتمعات الموازية؟ فبالتالي يفشل الاندماج وبالتالي بتطلع علينا هالتقارير التي لا يستفيد منها إلا من الانتخابات المقبلة في تسعة وعشرين تسعة فهي المعلومات سيستطيع هاي الأحصاءات كلها حتى الأحزاب اليمينية الأحزاب المتشددين كان حزب الشعب ولا كان الحزب الافيو طبعا يتصاعد عندهم الأصوات حتى يدروا يعملوا قوانين أخرى متشددة وليست مصلحة لحالة الاندماج في النمسا يعني أعتقد أن رغم أن ده يعني أبدلك الحق أن ده ممكن يكون أداء من أدوات الحملات الانتخابية القادمة لكن أنا شايف أني هو المفروض اللي يجب عليه أن يندمج أو يقرر للعيش هنا أنه يندمج في المجتمع ويبقى فيه التقارب ولكن يا سيدي عند غياب السلطة عند غياب السلطة بكون الأمر مشاع أيه بس برضو لازم نحمل التسارة الشخصية لا يلغي البسؤولية الشخصية ولا بأي حان الأحوال بس